موسيقى موسيقى أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم عبادة في بيتي نحن فرحانين نقدم لكم هذا البرنامج بكل صرور بكل تواضع بكل أخوة بكل محبة وبإسم يسوع المسيح أنا والإخوة والأخت معنا جوهرة أمين مرحبا بكم لمشاهدنا الكريم وربي بارككم في هذه اللحظة معنا شكرا الأخ صالح نعم الزلفلون مرحبا يسوون أنت مني أنسى دلوقت يجرزن يدون والأخ منير وأنا فرحانة أكون معكم وسعيد أن نسمع كلمة الرب ونتعلم منها اللي هو دايما معنا اللي قال عن نفسه لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي حي إلى أبد الآبدين ولي مفاتيح الهاوية والموت آمين فهو يسوى المسيح نعم بإسمه نقدم هذا البرنامج وبإسمه نجتمع ولإسمه نعطي كل المجد ونرفع أصواتنا بالترانيم بالقراءات وموضوعنا اليوم يدور حول الكنيسة نعم آخ صالح أنتم عندكم كنيسة كنائس كثيرة نعم عندنا كنائس كثيرة في الجزائر والمجد للرب يسوع المسيح والمجد يرجع دايما بيسير للرب يسوع وحنا في عندنا الكنائس ما هيش كما نسمعه برا على الكنائس ما عندناش مباني ما عندناش قاعات اجتماعات لكن الكنائس عندنا في بيوت في بيت فلان في قرية فلان في مدينة فلان فيه كنيسة مرات تكون قراج مستودع مرات تكون سالون تعد دار نعم لكن الكنيسة هي كما قال رب يسوع هي مجموعة مؤمنين مرات مجموعة صغيرة مرات مجموعة كبيرة في القرون الثالثة الأولى كان الضهاد على المسيحيين في الإمبراطوريا الرومانية حتى أنهم كانوا يجتمعوا في كهوف في أماكن غريبة وباش كانوا يعرفوا مكان الاجتماع كانوا يصوروا على حيط سمكة والسمكة باليونانية كل حرف كان يشير إلى يسوع المسيح يسوع المسيح ابن الله المخلص وهذا الكنيسة كانت تشير لما المؤمن يبحث أين المكان الاجتماع كان يتبع هذه الإشارة هذه الصور على الحيط حتى يوجد المؤمنين والرومان ما كانوا يعرفوا هذا بيق بوتهم وسلطانهم إلى آخره لكن هذه كانت من الرب لهم والعجيب برغم أني كانت الأمبراطورية الرومانية تتطهد الكنيسة بكل قوة كانت تحرقهم وتوديهم في الأستاذ في الساحات الرومانية وكانوا يدخلوهم ضد الأسود طبعا الأسود بتاكلهم والنهور وكانوا يتطهدوهم ويعذبوهم بكل أنواع العذاب لكن هالكنيسة هي اللي غلبت نعم والأمبراطورية انهزمت انهزمت نعم مش بقوتها لكن لأنه ده وعد الرب نعم اللي قال أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها كل ما كانوا يتطهدوا الكنيسة كل ما الكنيسة تكبر وتكبر نعم وما ننساش كذلك صحيحية جسادو وما هيش البناء البناء هو شيء ثاني ثاني فهو ضروري للاجتماع يكون مبناء كبير مثل ندخل دام دباري مثلا مكان ضخم أو ندخل دام دام دلوغد في الدار البيض كنائس معروفة وفي مارسل في كل البلدان كنائس معروفة كنائس تاريخية جميلة لكن في بلداننا حيث ممنوع هذا الإيمان غريب يقولوا أن الدين تسامح إلى آخره لكن في بلداننا ممنوع غريب ولكن نشكر الله لأن المؤمنين يجتمعوا وكما قلت لأخ مونير روح ربخ الدام ما يقدروا يعملوا شيء ليوقفوا أنا فكرت كذلك أتلو هذه الأقوال من إنجيل متة ثم حضرنا العود تقودنا في طرنيمة إنجيل متة يسوع المسيح يسأل تلاميذ كان معهم كان يبشر الناس يعمل معجزات يشفي المرضى يرد البصر للعم إلى آخره يقوم يحيي الموت كل المعجزات والناس كانت تبعو وكان يعرف الناس فسأل تلاميذ من تقول الناس أني أنا هو ابن الإنسان الإنجيل يعلمنا أن يسوع المسيح كان يعرف كان يعرف ما في داخل الإنسان لكن لماذا سوى هذا السؤال واش كان عنده مشكل أو كان يبحث على مدح الناس لا اطرح سؤال كجسر لإطرح سؤال آخر مباشر للتلاميذ بعدما قالوا البعض يقول إنك يوحن المعمدان غيرهم إنك النبي إلي آخر إنك إرمية أو واحد من الأنبياء وانضف قول إخوة العرب اليوم سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام لكن الرب يسوع المسيح وضع هذا السؤال كجسر يوصلهم السؤال مباشر شخصي وأنتم من تقولون إني أنا كأن المسيح يقول لك أنت ماذا تقول أنت يسوع المسيح مش الجار أو الآب أو الفقه أو العالم أو الأستاذ أو المجتمع من تقول أنت يسوع المسيح وحذاري الشيء اللي تقوله فهو شهادتك أنت مسؤول وما تقول شيء حتى تتأكد أن قولك شهادتك كلامك هو صح والصح ننأمن به هو في الإنجيل من كلام الرب يسوع المسيح لأن قالهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس قائلا أنت هو المسيح ابن الله الحي فقال له يسوع طوبى لك يا سمعان ابن يونة فما أعلن لك هذا لحم ودم بل أبي الذي في السماوات وأنا أيضا أقول لك أنت سخر وعلى هذه السخرة أبن كنيسة وقوات الجحيم لن تأخو عليها ملاحظة صغيرة هنا يسوع يسوع يقول له طوبى لك يا سمعان ابن يونة فما أعلن لك هذا يعني هذه الشهادة من روح القدس أنك عرفتني أنك أني أنا هو المسيح ابن الله الحي بل أبي لا أحد يقدر يقول يسوع هو ابن الله إلا بالروح القدس بروح الله أمين لا أحد يقدر يقول يسوع هو المسيح إلا بروح القدس أمين يسوع معناه الله مخلص بإسمه نقدم هذه الحلقة أنا والإخوة والأخت ونرحب بك مرة أخرى ونقول لك اجلس معنا اسمع وإذا كان أي سؤال تصل بنا ما تخلي الفرصة تفوت لكن كل شيء لازم يكون واضح ونتابع هذا كلام الآن بهذا الترنمى معك آخ مونير يا كنيسة قومي دوري على الخراف ونوري المجد جايد حضري لما جي يا سعى ملك المدود يا كنيسة قومي دوري على الخراف ونوري المجد جايد حضري لما جي يا سعى ملك المدود مجد عليك يورا مجد عليك يورا تجري تجري ونوري ونوري أنها يا سعى يورا دوري يورا نوري يورا مجد يورا يورا كننة يورا يورا شكراً أخ صالح نعم من أنت تسمع أنت هذه الكلمة الكنيسة فاش تفكر؟ أنا لما نسمع عن الكنيسة نفكر في المسيحيين نصارع نصارع أول قبل من آمن بالمسيح لما نسمع بالكنيسة نفكر في مبنى نعم نفكر في مكان معين وما كانش عندنا بيانسير وين نسكنوا ولا في تزاير ما عندناش كناس ما نعرفوش حتى المباني يكونوا نشوفهم في التلفزيون ما عندناش أماكن لكن لما أمنت بالمسيح عرفت أن الكنيسة هي إحنا المؤمنين بالمسيح أمير معناه أينما يكون المؤمن أينما يكون اجتماع المؤمنين هذا يعتبر كنيسة الكنيسة كما يقول المسيح هو رأس الكنيسة أمين ونحن جسد يسوع المسيح وجسد هذه الكنيسة والكنيسة متكونة من حجارة حية أمين أيه كل حجر معناه عنده عمله عنده خدمته في الكنيسة وهذا المسئولية من يعطيها جوهره؟ المسئولية أخصيتها صحاب صحاب اللي في الدولة لكن للأسف ما تعتوش ما يعتوش ما كيش حرية وما عليش إحنا نجتمع وحركنا نحن نتعلم أخ مونير الأخ صالح تكلم على الكنيسة وحجار حية ونحن أعضاؤها أي هذا الصبع الصغير ما يقول لهذا الصبع أنا أفضل منك أو اليد اليسرى تقول اليمنى أنا أفضل منك يعني أعضاء جسد المسيح الكنيسة جسد المسيح كيف يخص يكون هذا الجسد؟ جسد المسيح هو على الأرض إزاي ما كنا من رنم الترنيمة يا كنيسة أومي دوري على الخراف ونوري هي النور للعالم والنور للعالم لأن العالم مليان ظلام فالنور الحقيقي اللي في العالم هو الكنيسة حتى لو ضعفت حتى لو اتهدت حتى لو تشتتت حتى لو حصل فيها أمور كتير لكن هي النور الحقيقي هي النور القوي اللي من الله لأن فيه في العالم كله ظلام ووهم أوهام ظلام أفكار خاطئة عن الله لكن الأفكار الصحيحة وكل الأمور اللي تخص الله هي في الكنيسة الفكر السليم كل ما يخص الله اللي أعلنوا عن نفسه أعلنوا للكنيسة لم يعلنوا لأي شيء لأي حد تاني فقط في الكنيسة يعلن إن الله محبة يعلن إن الله نور يعلن إن الله سلام وحق يتكلم كل الحق وسلم كل الحقائق اللي تخص الله للكنيسة ولما سلمها قال روحوا احكوا للعالم أنتوا في إيدكم الحق اتكلموا للعالم وصلوا للعالم أني أنا بحب العالم أن الله محبة الكلام ده مش ممكن تسمعه في أي مكان تاني إلا في الكنيسة تعلن إن الله محبة ويغفر آه ويغفر الزنوب ويقبل الخاطئ نعم ويقبل الإنسان البعيد ويقبل الإنسان المريض فالكنيسة هي مكان الحق آمين وهي مكان النور في العالم المظلم نعم بدنا نقول حاجة ممكن تفضلي أول مرة أنا قامت في السيد الماسيح أنت خدت عنده مجموعة أول مرة نشوف المحبة الحقيقية مجموعة المؤمين أمرني ما اشتف حياتي معناها الكنيسة تمثل المسيح تمثل المسيح الحي في وسط هذا العالم الخريب العالم ما يعرف شوين يمشي أما الكنيسة هي تمثل جسد المسيح كما قال الأخ مونير من الأول المسيح حذر قال لك أبواب الجحيم لن تقوى عليها معناه يكون هناك اضطهاد يكون هناك مشاكل يكون هناك حتى كم يتقول تهديم للمباني الكنسية أما أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة معناه لن تقوى على المؤمنين وأبواب الجحيم نقدر نتصورها بالذهادات أولا للذهاد اللي يأتي من البغضاء الكراهية الحقد القتل ممكن يذبحه يقتله يهدمه يحرقه من العائلة من الأصدقاء من المجتمع من السلطات لكن كل هذا لا ينفع لا ينفع لأن يسوع المسيح يحرص هو الراعي هو الرب هو الله في الجسد فاللي يمس الكنيسة اللي يمس أبناء المسيح فهو يمس الله نفسه نعم فالخاطئ ما يبقى بدون حساب والكنيسة يقول عنها بولوس فالحلقة الجاية بنعمة المسيح نتكلم على هذا الشخص من هو بولوس أش كان يعمل من قبل إلى آخره لكنه كتب يقول كنيسة الله الحي ركن الحق ودعامته وبالاعتراف الجميع أن السير التقوى عظيم الله ظهر في الجسد شهد الروح لبره شاهدته الملائكة بشر به بين الأمم أمن به في العالم ثم رفع في المجد أخ مونير زي زي ما الكنيسة في الأرض تتبع سيدها اللي هو الرب يسوع المسيح الرب يسوع المسيح كان يعني عايش في العالم بيقول عن نفسه أن واحد يعني بيقوله أتبعك فبيقوله هتتبعني فين ليس لابن الإنسان أن يسند رأسه ما فيش مكان أنا فيه أنا ما عنديش شيء فالكنيسة هي متغربة في العالم هي غريبة أمين هي هي يعني الاتهاضات اللي بتحصل عليها من الخارج لكن فيه كمان من الداخل الشيطان بيحاول يدخل لماذا لماذا نعلم من الكتاب المقدس أن الشيطان يسمى إله هذا الدهر إله العالم الذي أعمى أذهان الناس حتى لا يضيء لهم نور الإنجيل لأن الكنيسة هي النور اللي ترك الرب يسوع المسيح في الأرض هي جسد المسيح نعم والشيطان هو إله الظلم نعم نعم فهو عايز العالم ظلام علشان ما حدش يروح الأبدية الحياة الأبدية السعيدة عايز العالم يكون في ظلام تام يطفي كل الأنوار إذن إذا كانت الكنيسة جسد المسيح والمسيح قدس يجب أن تكون المسيحة المسيحية والكنيسة مقدسة آمين فهل هذا الشيء اللي نشوفه أخ صالح طبعاً الكنيسة دايماً تسعى وتمشي للقداسة يقول الإنجيل أن ما فيش أي واحد كامل ولا كلنا خطات كلنا خطات معناه الكنيسة هي جسد من ناس خطات قبل المسيح في حياتهم والمسيح لما تجي للمسيح معناه تسعى دايماً للقداسة آمين وما يكونش جسد المسيح كامل حتى يجي يوم اللي ترفع الكنيسة اللي هي يسميها يسميها المسيح ثاني العروس نعم صحيح لما يختطف الكنيسة آمين أما في الكنيسة دايماً الناس تبشر وتعطي هذا الرجاء للمؤمن أنه ممكن يمشي للأمام ممكن يصير للأمام ما يقدرش يقعد في مكانه برك كما جاء أول مرة للمسيح حتى ممكن وجهك مشوه ممكن عقلك مريض ممكن لكن لما تجي للمسيح تتغير تتغير يقول في الكورونتوس الأشياء العتيقة قد مضت وكل شيء صار جديداً معناه يكون هناك تجديد آمين الثاني يقوى في إنجيل يحن أن هناك ولادة جديدة صحيح الإنسان يولد من جديد فهذا اللي يسوع المسيح ابن الله يحب فهو ينادي كل إنسان بواسطتنا بواسطة خدام آخر اللي يتكلم أفضل مننا بواسطة عدة أشياء فهو ينادي إلى التوبة والإيمان به لأن بدونه ليست مغفرة خطايا لأنه هو اللي جاء لكي ننال بإسم الغفران الكنيسة هي جسد المسيح وتكلمت على اختطافها لما يرجع الرب يسوع المسيح لما تكلمت في هذا الموضوع أنا تخيلت أن المؤمنين بالمسيح والرب يعرف أولاده يأخذهم معه إلى السماء فنطرق لهم البنايات يعني ما يحبوا كما يحبوا من البداية يسوع يقول قوات الجحيم لن تقوى عليه ما هي هذه قوات الجحيم قوات أبواب الجحيم اللي هي حروب الشيطان حروب الشيطان دايما داخلية وخارجية وهنا بيذكر رب في 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 الرؤية بيتكلم لملاك كنيسة أفاسوس بيقول له هذا يقوله الممسك السبع الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الزهبية أنا عارف أعمالك بتكلم عن الكنيسة وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار وقد جربت القائلين أنهم رسلا وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين ولقد احتملت ولك صبر وتعبت يعني في ناس الشيطان بيحط في أفكارهم أفكار خاطئة وطلعوا ناس كتير هراطقة وتظهرهم حق آه وقالوا أن المسيح مش هو يعني هو أعلى من الملائكة لكن مش هو الله وظهرت أفكار واحد اسمه أريوس وأفكار كتير في العالم من البداية في بداية الكنيسة لكن كان في أبطال إيمان بوليس كان يرد على كل الأفكار الخاطئة يحن لأنه قال إحنا شفناه ولمسناه وشاهدناه لمسته أيدينا إحنا أكلنا معه وشربنا معه وكان بيتكلموا عن الرب يسوأ لأنهم شاهدوا وعارفينه وجم أبطال تانين زي أسانسيوس وكتبوا قانون الإيمان في مصر آه وأغوستين وأغوست في شمال إفريقيا أشخاص كتير كانوا بيتكلموا يعرفوا ويردوا لأنهم كانوا ممتلئين من الروح القدس ويحبوا الرب وكانوا يحبوا الرب وكانوا يدافعوا لأنهم كانوا فاهمين المكتوب فكاية الناس اللي بتيجي بتحارب الشيطان بيرسلهم أنهم يحاربوا الكنيسة ما كانوا ش يقدروا على الكنيسة لأن في أشخاص المسيح بعد انتصاره على قوات الشيطان ونزع منه سلاحه اللي هو سيطرة الخطية والموت بقيامته هو يسوع المسيح في اليوم الثالث ظهر لتلاميده مدة ربعين يوم وارتفع للسماء وقبل أعطالهم أوامر ووصاياه ربعين يوم بعد انتصاره بعد الباك وعشر أيام من البعد أرسل لهم الروح القدس أي خمسين يوم بعد الباك في اليوم الخمسين كما وعد الله قديما بالنبي يوئيل أنه يرسل للروح القدس ويسوع المسيح قال لهم كذلك أنه بعدما يرجع إلى السماء يرسل لهم الموعود الروح القدس المعزي ما هو إنسان لا نبي إنه أروح الله ليذكرهم الحق ويمكث فيهم يسكن فيهم ويقود في الحق فما انتظر ستمية عام من البعد إنما خمسين يوم أرسل لهم الروح القدس وكمان وكمان كان فيه حصل حدثة في الكنيسة في البداية معروفة إن حنانيا وسفيرة باعوا بيتهم وراحوا كذبوا على بوترس الرسول فقال لهم بهذا المقدار بعتموا الحق لقالوا له وهو بيتهم يعني فقالوا له أو كذبوا عليه لكن ماتوا ماتوا صحيح فالكنيسة تحية بالروح القدس كلمة المسيحية غداؤها الروح القدس هو حافظها الله هو صخرتها يسوع المسيح رأسها الكنيسة هي عروس المسيح فحتى من البداية ظهضت قتلوا المسيحيين إلى اليوم يذبحوهم ويقتلوهم ويهدموا المباني لكن يسوع المسيح يقول ما تخافوش من الناس أنا غلبت العالم انتصر على الشيطان انتصر على العالم انتصر على الموت فالرب يسوع المسيح هو الباب وهو يدعو الجميع كل الناس ويقول ادخلوا من هذا الباب الضيق لأن التاريق يؤدي إلى الحياة الأبدية يسوع المسيح المرفوض من الناس من المتدينين إلى اليوم فهو صار حجر الزاوية الأساس ولا يوضع أساس آخر من غير يسوع المسيح اللي وضعه الله فالكنيسة هي ثابتة أبواب الجحيم لن تقوى عليها يضهضوها يقتلوها ينشروا أفكار أديان لا شيء المسيح يقول أنا غلبت العالم أنا هو التاريق والحق والحياة لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي شكرا صالح جوهر مونير نتمنى نتلتقى في حلقة أخرى باش نتبع هذا الموضوع شكرا لكم أعزائنا المشاهدين وإلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة